قال القيادي في حركة حماس عزة الرشق أن مجزرة مدرسة التابعين تأكيد واضح على مضي الحكومة الإسرائيلية في حرب الإبادة والاستهداف الممنهج للمدنيين في مراكز النزوح والأحياء السكنية وقال الرشق أن مزاعم الاحتلال باتخاذه وسائل لتقليل الضحايا المدنيين استخفاف بعقول العالم وأضاف أن الاحتلال يختلق الذرائع والحجج السخيفة لاستهداف المدنيين مؤكدا أن مدرسة التابعين لم يكن بها أي مسلح وشدد على أن المقاتلين من كل الفصائل يتبعون سياسة صارمة بالابتعاد عن أماكن تجمع المدنيين لتجنب استهدافهم